مبارح شهد الرئيس عبد الفتاح إسيسي إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بدت الفعليات بعرض فيلم تسجيلي بعنوان أنت البداية عن المشروع القومي للتنمية البشرية ودعم جهود الوعي بالتنمية البشرية والتطوير في البنية التحتية وتطوير كمان في مختلف المجالات والإصلاح والتنمية ووصولا إلى الهدف الأساسي وهو بناء الإنسان المصري خلينا نعرف أكتر عن أهمية إقامة المؤتمر من دكتورة رندا فخر الدين أمين استشاري الصحة الإنجابية وأمين صندوق مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة سبعة خير أحدك دكتور سبعة خير أهلا بيكي حيانه العالم كله بيواجه تحديات سكانية وتنموية وأيضا تحديات بما يتعلق باقي الموارد الطبيعية الموجودة في العالم كله رؤية حضرتك لهذا المؤتمر أهميته وأهمية نعقده في هذا التوقيت تحديدا يعني يمكن المؤتمر تركيزه على التنمية تنمية الإنسان والتنمية البشرية هي أهم حاجة بتميزه لأن النسخة الثانية دي معظم الجلسات اللي موجودة فيها هي تركيزها الأساسي على كيفية بناء الإنسان وبالتالي الإطلاق الحقيقي لمشروع بداية لأن بداية لتنمية الإنسان هي يمكن مش أنشطة عادية أو مجرد أننا تجربة هنجربها لا هي رسالة فعلا بتسعى لها الدولة المصرية منذ بداية يمكن استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم لأنه كان هدفه الأساسي كيف نبني الإنسان فالمؤتمر بيركز في أكثر من 130 جلسة من جلساته على كيفية فعلا بناء الإنسان المصري على كيفية الرابط ما بين الصحة وما بين التنمية وما بين قدرة الإنسان على مواجهة التحديات الموجودة حاليا يعني زي ما هيك قلت إحنا كلنا بنمر بتحديات كبيرة جدا سواء تحديات على مستوى السياسي تحديات على مستوى الاقتصادي تحديات على مستوى الاجتماعي ويمكن المستوى الاجتماعي دي من أهم النقاط اللي يكب التركيز عليها داخليا خارجيا فيه جهات مسؤولة عن كيفية التعامل مع التحديات السياسية أو التحديات الاقتصادية لكن داخليا إحنا عندنا فيه أزمة اجتماعية كبيرة جدا وخاصة مع الشباب ومع النساء لأنهم دورهم وقدرتهم على مواجهة التحديات فعلا لسه مش جاهزة محتاجة تجهزة ومحتاجة شغل عليها كتير جدا والشغل ده مش بتاع وزارة الصحة بس لا الشغل ده بتاع كافة الوزارات الشريكة في مشروع بداية سواء التعليم الصحة الثقافة الشباب والرياضة التضامن كل المجالس القومية المتخصصة المفروض أن هي كمان شريك في هذه المبادرة فبالتالي المؤتمر يمكن هو مش مؤتمر صحة قد ما هو مؤتمر للتنمية وبناء الإنسان المصري طيب قد تساءل بعض يعني إيه بناء الإنسان؟ يعني إيه تنمية الإنسان؟ تنمية الإنسان يعني إزاي أنا أغير الخصائص السكانية للمواطن المصري أو الخصائص الإنسان خصائص الإنسان يعني إيه؟ يعني أنا صحيتي تكون كويسة بأخذ خدمات صحية دات جودة أكون تعليمي متميز أكون عندي القدرة على التعلم وليس التعليم فقط قدرتي على مواجهة التغيرات فهم التغيرات تحديد يا طرأ إيه الصح اللي بيوصلي وإيه الغلط لأن دي مشكلة كبيرة جدا دلوقتي لدى معظم المجتمعات مش بس في مصر أنه يا طرأ الرسالة اللي جايلي رسالة صحيحة ولا رسالة خاطئة يمكنني هكذا قلت نقطة مهمة جدا في التعليم وأنا بتابع الفقرة السابقة يا طرأ المعلومة اللي جايلي أو اللي بيقدم المعلومة بيقدمها صحة ولا غلط إزاي أنا أقدر أحدد ده لو أنا ما عنديش الوعي الكافي ما عنديش ثقافة كويسة ما عنديش البرامج اللي بتعمل تقييم للرسائل اللي بتقدم للمجتمع كل ده بيأثر جدا على قدرة الإنسان في مواجهة التحديات الحقيقية الموجودة في الوقت الحالي وزي ما قلت لحضرتك وقلت لحضرتك أن التحديات الاجتماعية خطيرة جدا لأنه عدم وعي الإنسان بالتحديات المحيطة به ده بيخليه ممكن يلجأ إلى سلوكيات أو تصرفات بتأذيه أكتر وغريبة عنه طيب من حضرتك تكلمي على هذه التحديات ايه التحديات اللي بتواجهنا إحنا كمجتمع مصري إن كان ذكور أو الناس لأنه حضرتك قلت أنه الشباب بالفعل عنده تحديات ده حقيقة يمكن هنبتديها أكتر حاجة يمكن التعليم التعلم يا ترى إحنا التعليم بتاعنا فعلا هو تعلم ولا مجرد أنه إحنا بناخد معلومات وننساها وإحنا داخلين امتحابنا بعد ما نخلص الامتحان خلاص لإني ما بأخدهاش كتعلم أنا بأخدها كتعليم وده مهم جدا أنه نفهم كتلقين كتلقين بالضبط فبالتالي أنا قدرتي على الابتكار والإبداع مش موجودة لأن أنا بأخد المعلومة لمجرد زي ما هيك قلت طلقين وبروح أنزلها في ورقة الامتحان وخلاص أنا مستفدتش بيها حاجة وده الفرق ما بين التعلم والتعليم فمهم جدا أن البرامج التعليمية والمناهج التعليمية تكون بتشتغل على التعلم النقطة التانية قدرتي أنا على مواجهة المشاكل الصحية اللي بنعاني منها كلنا يا طرق أنا واعي بأهمية أن أنا أروح أعمل فحوصات معينة أن أنا أسعى لأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب كل ده واعي كل ده ثقافة لو أنا كمواطن مصري ما عنديش المعلومة دي أنا مش هبقى في الحالة الصحية والحالة الذهنية والحالة الابتكار والقدرة على المشاركة في التنمية هتكون مش في المستوى اللي احنا عايزينه صحيح ووضع الحلول الابتكارية يمكن ضمن الجلسات اللي موجودة في المؤتمر الحلول الابتكارية إزاي أنا يبقى عندي حلول فعلا مختلفة إزاي استفيد من تجارب الآخرية دي بقى نقطة مهمة كنت عايزة أتكلم فيها مع حضرتك 133 جلسة فيها 803 خبير سواء كان محلي أو حتى خبير أجنبي ومتخصصين أهمية وجود كل هذا العدد الكبير إزاي هنقدر نستفيد من خبرات بعض تقديم الخبرة مش بس أن أنا بقدم معلومة وخلاص لا أنا بقدم كمان بيانات عن نتائج هذه التجارب بشوف يا ترى هي مناسبة لنا ولا مش مناسبة لنا طب إيه المناسب لنا وابتدي أخضاره فإن أنا أسمع من الخبراء واشوف هذه التجارب ما يناسب مجتمعي طبعا مش كل حاجة هتناسب المجتمع بتاعنا ولا هتناسب المواطن المصري المواطن المصري له خصوصية وليه طريقة في التعامل يجب أن ندركها عشان نقدر نخليه معانا على طريق التنمية لو إحنا فهمنا ده وقدرنا نستفيد من التجارب السابقة ونقدم التجارب بتاعتنا إحنا عندنا تجارب هيلة يعني عندنا التجربة بتاعت فيتاميس عندنا التجربة بتاعت قبل كده شلل الأطفال عندنا التجربة بتاعت الملاريا دلوقتي وبيشهد بيها العالم عندنا تجربة مهمة جدا ومبادرة رائعة من أجمل المبادرات العالمية حياة كريمة كلها تجارب بتاعتنا تجارب بتاعت مصر بتشتغل على فعلا إزاي نشتغل التنمية بشكل صح إحنا كنا بنشتغل يمكن سابقا بشكل غير مدروس بشكل مش مبني على بيانات حقيقية لكن حياة كريمة اشتغلت بعد ما عملت دراسة لكل الكرة المصرية واحتياجاتها دراسة للإنسان المصري واحتياجه فبالتالي التجربة دي لاجب أن تعرض على العالم إحنا وصلنا لفين غيرنا إزاي في البنية التحتية وصلت الخدمات لكم مليون مواطن إحنا معاديين بالوقت المفروض بالكرة اللي تمش العمل فيها أكتر من عشرين مليون مواطن وصلت لهم خدمات ما كانتش موجودة كل دي تجارب زي ما إحنا بناخد من الآخرين إحنا بنعرض على الآخرين تجاربنا وبنعرف يا ترى إحنا نجحنا فين ومحتاجين إيه لأن إحنا لسه محتاجين كتير فلازم نواجه ده هنواجهه إزاي بأن إحنا نعرض نعرض البيانات المتاحة حاليا وإيه التجارب العالمية اللي إحنا نقدر نستفيد بها ده في كل تأكيد دكتور سبحاني يسأل حدريكا عن توقعاتك لمخرجات هذا المؤتمر خاصة أنه من ضمن يمكن التحديات الموجودة هي فكرة عدالة توزيع الخدمات وعدالة فكرة أنه الوعي كل إنسان مصري أي أن كان الفئة العمرية أي أن كان نمط التعليم أي أن كان لازم يكون عنده الوعي الكافي ومساوي يعني بينه من أي مواطن آخر ففكرة أنه أعمم هذا الوعي أو أعمم التوعية وأننا نقدر أوصل لكل مواطن موجود على أرض مصر دي إزاي ممكن أعملها وهي دي الشرقات يمكن اللي بتطارب فيه أكتر من جلسة في المؤتمر يا طرق إحنا إزاي نعمل شرقة حقيقة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني التلاتة شرقة في التنمية لا يمكن تشتغل بشكل صحيح أو تظهر نطيجها الحقيقية إلا لو التلات محاول دول أو التلات جوانب دول بتوع الدولة اشتغلوا سواء حتى كل مكان ليه لغة خطاب مختلفة حقيقة عشان كده ضرورة وجود المجتمع المدني وشاركة القطاع الخاص في دعم الدولة ودعم الحكومة ودعم المجتمع المدني المجتمع المدني مش لازم يكون معتمد على طول على المنح الخارجية لا لازم يكون دور القطاع الخاص والمسؤلية المجتمعية فعلا واضح وشريك حقيقي في تنمية هذه الدولة لأن تنمية الدولة هتعود علينا كلنا بنفع يعني هتعود عليك قطاع خاص في أنه هو المشاريع الاقتصادية بتاعته هتبقى نتائجها أحسن لما يبقى عنده شخص مؤهل للعمل يعني احنا الشباب عندنا محتاجين تأهيل لسوق العمل محتاجين فرص عمل حقيقية محتاجين تدريب حقيقي يطرق مين اللي هيقدر يعمل ده القطاع الخاص يعني الحكومة لوحدها ما تدرش تعمله ولا المجتمع المدني لوحده يقدر يعمله فبالتالي دور القطاع الخاص ما زال قاصرا في تقديم فعلا دوره الحقيقي في المسؤولية المجتمعية في التنمية طيب جزء كبير من الاهتمام بالتنمية البشرية بيرجع الاهتمامنا بالصحة والسكان وده هو عنوان المؤتمر ايه اللي قدمته مصر خلال الفترة اللي فاتت في الملفين دول؟ يمكن في ملف الصحة احنا في خلال تقريبا عشر سنين في كم هائل من الوحدات الصحية تم تجددها كمان مشروع تأمين الصحي الشامل او قانون التأمين الصحي الشامل اللي بدأ تنفيذه في حوالي وصل دلوقتي لحوالي 7 او 8 محافظات كل ده هو تطور في تقديم الخدمات وشكل الخدمات وتنظيم الخدمات لانه احنا محتاجين كل مواطن مصري يقدروا يوصل لخدمة ذاتها جودة يمكن حيك قلت كلمة مهمة جدا العدالة يا طرق العدالة يعني ايه العدالة ان اي واحد موجود في اي نجعة او قرية في مصر توصله نفس خدمة الصحة وخدمة التعليم اللي بناخدها في القاهرة او بناخدها في اي محافظة وصلالها لخدمات بشكل جيد فبالتالي نقطة العدالة محتاجة شغل كتير جدا محتاجة كلنا نفهم يعني ايه العدالة لانه العدالة يمكن اقوى من المسواب كتير جدا العدالة ان انا شوف احتياج كل مواطن حقيقي ان امكانيات كل مواطن مختلفة عن غيره فلازم رأي هذه الامكانيات كمان واحتياجاته مختلفة بالتالي العدالة دي لازم تكون نقطة اساسية في التخطيط في كل حاجة بنعملها وده اللي اعتمدت عليها على فكرة حياة كريمة عشان كده يمكن الشغل اللي ابتدى في اكثر الكرة احتياجة احنا عندنا خمس سلاف قرية والخمس سلاف قرية محتاجين شغل حسب قادة البيانات وحسب احتياجات المواطنين في كل مركز ونجع زي ما حضرتك قلت فعلا دي نقطة مهمة جدا طب لو كلم عن دور المرأة كمان الحقيقة انه ممكن فكرة تحقيق الدماء المستدامة المرأة اللي لها باع كبير أو لها جزء كبير أو فيه يعني مسؤولية كبيرة بتقع كمان على عطق المرأة المصرية حقيقة مفيش تنمية من غير المرأة التنمية الحقيقية غير المرأة انه عايز مجتمع يتغير فعلا ممكن المرأة واهلها وفاهمها لدورها الحقيقية يا طرق احنا نسبة المشاركة بتاعة النساء في النشاط الاقتصادي او في النشاط السياسي بالمستوى اللي احنا عايزينه لسه ما وصلناش لده ليه لان عندنا المرأة لسه غير مدركة لهمية دورها شايفة او تم توصيل رسالة خاطئة لها ان دورك بس في البيت والتربية لا حضرتك الام لو غير ممكنة في كافة المجالات مش هتقدر تربي صح مش هتقدر تشارك في التنمية بشكل حقيقي وهي المسؤولة عن زرع اهمية التعليم اهمية الرعاية الصحية اهمية المشاركة في الحياة السياسية والحياة اقتصادية هي اللي تزرعها في ولادها لو هي مش مدركة باهميتها ومش واخد التأهيل الكافي والتمكين والقدرة على المشاركة في كافة هذه المجالات هي مش هتقدر تعمل اي حاجة احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتورة رندة فغر الدين استشارة الصحة الانجابية وامين صندوق مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا